موضوع الحلقة هي آية ذكرها يحنى المعمدان كان يعمد الناس في نهر الأردن ووجه أنظار الناس إلى يسوع بهذا القول هو ذا حمل الله فإذا ممكن يعني تعطينا بس فكرة عن سياق الحديث ومفهوم حمل الله حتى انخوض في الموضوع طيب أنا لاحظت وحضرتك بتقرأ لأول مرة أن هم كانوا بيوجه يحنى المعمدان كلامه لتلاميذه نعم وتلاميذه ناس متدينين من الشعب القديم منتظرين المسية وبيعمدهم مع مضية الطوبة لمغفرة الخطايا وقال لهم الملك جاي والملك حيملك على خطاة تائبين فهو بيكلم ناس عندهم خلفية من العهد القديم ومنتظرين المسية اللي جاي فأول مقال فأول يوم هوزة حمل الله الذي يرفق خطيط العالم وده كان بيوجه النظر إلى العمل اللي حيعمله هذا الشخص المعني وتاني يوم قال هوزة حمل الله كان بيوجه الأنظار لشخصه مش لعمله التلاميذ ما سألهش يعني إيه حمل الله يعني تقصد بإيه حمل الله يعني إيه شخص بتشاور عليه وتقول هوزة حمل الله ما سألوش يبقى هم عارفين ماذا يعنيه حمل الله إذن الفكرة الخلفية العبرية معروفة إذن ده فكر قديم فكر كتابي وفكر كتابي يعني إذا كان في خروج 22 ده من قبل كده كمان لكن خلينا في تكوين 22 لما الأب خد ابنه وحيقدمه على جبل المرية وبعدين صاروا الأب والابن إبراهيم وسحاء لمدة ثلاثة أيام ثلاثة أيام وفي اليوم الثالث أبصر الموضع موضع معين من بعيد فترك الغلامين وقال لهم هنصعد أنا والغلام نسجد ونرجع وبعدين ابنه سأله قال له يا أبي قال له أنا زي ابني قال له قادي النار وقادي الحطب فين الخروف أين الخروف للمحرقة يبقى إذن كان معروف أن الأمر يحتاج خروف حمل فالأب رد إجابة روعة قال له يا ابني يا ابني الله يرى لنفسه بروفايدهم سالفا الخروف لنفسه هو بقى معرفش هو حيلاقيه لنفسه ولما طلعوا على الجبل وتحطت السحاء على المسبح أكاد إيد الأب هتتبح هو دبح فعلا يعني لما ترفع إيده دبح لكن رب قال له بس يا إبراهيم بس لي قال له أمل بتعمل فيها كده أنا بتخيل المنظر ده بتخيل الأب بقول طب عملت فيها كده يا رب ده أنا بقال لي ثلاث يام ابني مدبوح في نظري قال له أصلنا يا إبراهيم بتخيل أنا كنت بمثل قدام عيني بشوف صورة لابني لما حييجي ويتقدم على الصليب طب ما تسيبني أكمل قال له ابنك ما ينفعش يا إبراهيم ابننا اللي حينفع بس دي صورة وحولك صورة كمان كابشون ممسك في الغابة بقرنيه يفدي إسحاء يفدي إسحاء وإسحاء ينزل والصورة كاملة بتتكلم عن شخص يأتي يتحط على مزبح يفدي يغير فإذن فكرة قديم نعم والرسول بولوس لما أراد يحكي عن الموضوع قال آمن بالذي يحيي الموت ويدعو الأشياء الغير موجودة كأنها موجودة يعني قلبيا هو دبح لأنه هم يعني فعلا عاوز يدبح فالرب شاف قلب وقال له خلاص خلاص تمدش إيدك لأن مش إسحاء يا إبراهيم اللي حي دي بس صورة رمزية أنا بتسميها تصبيرة كأن الله الله بيشوف صورة لابنه لما حيجي في ملء الزمان بيشبع بيها والعهد القديم ألبوم صور لينا بس للقاب بيتفرج على ابنه اللي حيجي في ملء الزمان ويتمم عمل في ده فإذن الفكر لو تتبعناه دي حاجة من من سفر التكوين أصحى ثلاثة لما دخلت الخطيئة والله صنع مش خلقة أخمسة من جلد لا صنع هي تفرق معاكم صنع ولا خلقة لا تفرق كتير قوي لأنه لو خلق يخلق ربنا يخلق يقول كلمة يجيب جلد ليكن جلد لو خلق لكنه صنع صنع من جلد كان موجودا بالفعل فمن أين هذا الجلد أولا قبل الطفان لم يكن مسموحا بأكل زباق حيوانية فما فيش دبيحة دبحت في الجنة عشان تتاكل ولم يكن مسموحا بالافتراص قبل دخول الخطيئة فإذا ما فيش حد افتراص حد أمال إيه الحكاية الحكاية أن الرب نفهم أنه قدم زبيحة دموية عشان يحل بيها مشكلة آدم ومشكلة الخطيئة لأنه كان مفروض آدم يموت ما ماتش ما ماتش ليه ما ماتش لأنه فيه بدين المات منين زبيحة قدمت زبيحة دموية والرب قدمها وآدم اكتسب جلدها فعمله كفر أو ستر وكمان الزبيحة قدمت طردية لله فدي بداية الخيط بداية الخيط اللي ياخدنا نمشي وراء فكرة زبيحة تقدم وفكرة الحمل اللي يقدم يروح زهبة حمل طاهر خاضع صامت مضحي في تمام الخضوع يروح عشان يحل المشكلة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر